بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إزايكو يا بنات عاملين إيه أتمنى يا رب تكونوا دايما بخير النهاردة إن شاء الله كده في البداية حبيب قلبي معنا قناة جميلة جدا جدا هتعجبكو بإذن الله عايزكو تروحوا عندها وتشجعوها قناة تستحق إن إحنا نكون معاها بإذن الله كلنا نشجعها قناة إيه يا بنات؟ قناة حاجات بنات بنات حسان قناة جميلة جدا وقناة فيها روتين وفيها حاجات عرايس وفيها ميكوب وفيها لبس وحاجات على الموديلات الجديدة اللي هتعجبكو إن شاء الله قناة جميلة جدا قناة دي مشتركة بين قناة تانية هم أخوات قناة همسات ريم حسان قناة جميلة برضو هم الاتنين مشتركين في القناة دي بقدمهم موديلات للعرايس وبقدموا روتينات وأكلات قناة جميلة جدا بجد إدخلوها ورحلها هتعجبكم وبإذن الله فيها حاجات كتير هتفيدكم للعرايس وهي الميكوب وريتينات برضو وفيها أكلات إن شاء الله حبايب المصمر يشجعوها بإذن الله كده كلنا نروح عندها النهاردة حبايب قلبي بقى نبتدي يومنا عند ست الحبايب معنا البتنجان دي بنات دا بتنجان قناة نشوين نهاردة بقى ونعمل بابا غنوب مع بعض كده نغير البتنجان المقلي والمسقعة والبتنجان المضحرج المحشي قناة بقى إن شو شوية بتنجان كده زي ما انتوا شايفين شواناهم وأشرناهم كده وهنبتدي نهرسهم مع بعض ومعنا هنا معلقة خل زي ما انتوا شايفين يا بنات وهنبتدي بقى نقلب كده ومعنا دي داقة التوم معنا توم وفلفل ألوان ومعنا أرنشطة برضو حرة اللي يحب ماشي ما يحبش يشيل الشطة عادي ممكن يستغنى عنها عادي ومعنا معلقة ملح طريقة سهلة وبسطة جدا هتعجبكو طريقتنا دي طريقتنا مختلفة طبعا أكلاتنا مختلفة طبعا خالص البنات اللي بتقول لي أكلاتكو جميلة ومختلفة ومعنا لمونة كده يا بنات هنبتدي نعصرها كده زي ما انتوا شايفين هنعمل فطار جميل جدا جدا للشغالين اللي عندنا ربنا يديهم الصحة يا رب وتمم لأخويا على خير طبعا انتوا عارفين ان احنا الليمون دول بنشتغل في شقة أخويا ومعنا حوالي معلقتين طحينة هننزل كده برضو على البتنجان بتاعنا جربوا الطرقة دي يا بنات جميلة جدا مع الطعمية الصخنة كده ومع الأكل الحرش الجميل اللي بيبقى على الصبح طبعا كلكم عارفينه وهنبتدي بقى نخلط الخليط بتاعنا الجميل مع بعض عشان يتجنس كله مع بعض زي ما انتوا شايفين لو عندي الكبة ممكن تحطون في الكبة وتفرمهم على طول في ثانية واحدة هيبقى جاهز معاكي وهيبقى تمام ندخل بقى حبايب قلبي عشان نقل طعمية صخنة جميلة كده دي عجنة طعمية يا بنات حطت عليها بطين ومعلقة كصبرة ومعلقة فلفل أصمر وزارة ملح بسيطة وقلبتها كويس جدا جدا ونقليها كده نعمل أحلى وقطعم طعمية صخنة مرضناش نجيب طعمية جاهزة عشان عالم ما بتيجي من المحل بطبرد ما بتبقىش حلوة وهو معنا البطاطس المقلية من إلهية يا بنات وده الفطار بتاعنا يعتبر جهز معانا هوا جاهزنا أحلى وقطعم فطار معانا الجبنة واللمون والطعمية الصخنة ومعانا الفول عملته برضو بالتوم ومعانا البابا غنوك عملنا أحلى وقطعم فطار للشغالين الموجودين عندنا حبيبي يلا بينا ندخل على الغداء النهاردة سبت لكل حبيبي قلبي أمي جابت سمك قلنا بقى نشويه النهاردة نغير كده نعمل سمك ماشو إن شاء الله مع بعض النهاردة زي ما انتوا شايفين يا بنات حطانا عليها الردة ردة الشوي طبعا كلكوا عارفينها ده سمك يا بنات جبناه ومعانا الدقة بتاعتنا بتاع السمك الدقة دي عبارة عن إيه حبيبي معانا ليمونتين ومعانا قرنفلفل رومي ومعانا قرنشطة ومعانا توم ويحطنا كل دول في الخلط وعليهم الميا والملح والكمون وفرامتهم كويس جدا عشان نتابل السمك المشهو بتاعنا وإذا السمك بتاعنا بقى قعدنا نشويه ناوسكت الكل قعدنا نحكي حكايات حكايات زي ما انتوا عارفين بقى ما نتجمع كده تجمع العائلات بيبقى يوم جميل ويوم ظريف طبعا وزي ما انتوا شايفين بقى لقد قم جايبانا بطاطا ونقعاها وغسلها كويس من الطين وقالت هنحطها بقى بعد السمك هنهد النار ونحطها نشويه هنبقى ناكلها بعد الغداء زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي ماما بقى بتشويه أنا قعدت جنبها بقى قعدنا نحكي وهي قالت تعالي بقى ما نشوه قلت لها يلا بنا نعد وندرجش مع بعض وهي بقى شغلت وقعدنا نشوه السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين يا بنات ويا رب اليوم بتاعنا النهاردة هيأجبكم حبايبي ما تنسوناش بقى في اللايك واشتيروا لأول مرة شوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله بإذن الله من قناتنا وباشكر حبايب قلبي اللي بدخوله وكتبولي أحلى كومنتات زيكم انتوا حبيبي ربنا هيبارك فيكم ودمكم معايا دايما زي ما انتوا شايفين يا بنات بنشوه السمك بتاعنا يومنا النهاردة هيكون يوم زاريب بإذن الله تابعوا الفيديو للآخر هيعجبكم احنا كده منطلع الجزء اللي الشوى وحطنا جزء تاني زي ما انتوا شايفين امي بقى بتطلعلي وانا بتدبله بقى بحطه في التدبلة بتاعته وبصفي خالص وبحطه في طابق تاني وشايفين المطرحة بتاعت أمي دي بقى دي يابانات مطرحة العيش على فكرة بس هي عاملها عشان هي قديمة عاملها للسمك المشوي دي بقى بكنا بنخبز العيش وبنحط بقى العيش اللي هو الطويل البلدي ان شاء الله ما نجي نعمل فيديو ما نجي نخبز بإذن الله هبقى صور لكم العيش البلدي برضو بإذن الله ما صورت لكوش خالص ان شاء الله وده السمك بتاعنا اللي متتاب اليابانات بعد ما تشوي بحطه بقى في التدبيلة وبنصف فيه كده من المي خالص ونرص بقى في طابق تاني شايفين بسم الله ما شاء الله ريحته جميلة جدا سمك طازة يا بنات ما بتخطوش احنا في التلاجات ولا الكلام ده لأ بنجيبه طازة وإنشوه طازة وبناكله طازة ما عندناش إن احنا نحطه في تلاجات وكلام من ده وده السمك بتاعنا يعتبر جيز معانا هوا شايفينه فتضلوا معانا بقى سمك وده كان غدان النهاردة قلنا بقى نغير نجيب سمك نشوي شايفينه بسم الله ما شاء الله هنمسح بقى الفرن والنطاف كويس جدا جدا وعشان البطاطا بتاعتنا نحطها تششوه بقى وهنشوه على نار هادية خالص وهتبقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين يا بنات إذ البطاطا بتاعتنا شوهت على نار هادية خالص شايفينها بطاطا ما شاء الله بلدي جميلة شايفين قلبها شايفين بسم الله ما شاء الله تقوله ده منجة صفرة شايفينها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا وما شاء الله مسكارة على فكرة المنجة على فكرة البطاطا اللي هي الصفرة دي يا بنات ما شاء الله بقى طعمها جميل جدا عن البيضة حبايب قلبي بقى ما تنسوش القناة اللي انا قلتلكو عليها حاجات بنات بنات حسان قناة جدا تخص العروسة وحاجات العروسة وفيها أكلات وفيها روتينات جميلة جدا هتعجبكم رحوا لها وشجعوها وقال لها ان احنا جائن لك من عندهم مصمر حبايب وكل متابعوني متابعيني يا رب ما تكسكونيش تروح عندها وده الغدى بتاعنا جايز معانا زي ما قلتلكم هي أختها همسات ريم حسان القناة دي بقى مشتركة بينها وبين أختها هي ريم وأختها إمي القناة دي بقى مشتركة زي ما قلتلكم قناة حاجات بنات ستات حاجات بنات حسان يسفة ولكتروح لأيبنات وتشجعوها وده الغدى بتاعنا جايز معانا قطعنا بصل وخل ولمون على البصل والسلطة واللمون والجرجير والفجل وعملنا رجل بشعرية وعملنا أحلى غدا للشغالين اللي عمدنا زي ما قلتلكم يا حبيبي يلا بينا بقى ناخد الغدا ونطلع نشوف الشقة زي ما انتوا شايفين يلا تعالوا معايا فسحكم وإحنا طالعين نودق الغدا يلا شايفين بقى المنظر ربنا يعيننا بقى والشقة دي تنضف بقى بعد شغل الجبس والحاجات دي الشغالين بقى احطنا الغدا جوا في القودة دي قلت بقى اخذ لكم اللقطة كده على السريع ونحنا بنشتغل شايفين يا بنات ربنا يتمم عليه بخير يا رب شايفين بسمى الله ماشاء الله حاجات جميلة جدا جدا شايفين يا بنات بسم الله ماشاء الله حاجة كده من الاخر ربنا يتمم عليه بخير يا رب أن تبقى الكل الشباب يا رب شايفين قلت بقى اخوكم معايا ونطلع الغدا احنا اطلعه ، اطلعه ال everyday ودي الصلاة هما يعتبروا ثلاثة صلات في بعض يا بنات يعني يعتبروا ثلاثة اماكن في بعض. لسه بقى ما نشوف ان شاء الله هنتابع مع بعض مع الاهم بازن الله. ربنا يتمم علي بخير يا رب ان شاء الله. ودي بلكونا يا بنات في الصلاة بره. شايفينها بسم الله ما شاء الله. هما ثلاثة اماكن كده في الصلاة لسه القود من جوه. بقى سورهم لكم برضه ان شاء الله مرة تانية. اين شايفين? دي الاولانية. ودي التانية. اللي انا وسألكه لها دواير في قلبه بعض. ودي التانية. والاخيرة اللي جوه خالص دي. زي ما انتم شايفين يا بنات. اه ان شاء الله هنحط له هنا الركنة والشاشة في الجنب كده بازن الله. والصلاة اللي في النص دي هنحط فيها ترابستة الصفرة بازن الله. ان شاء الله يبقى كله بالم ott determineها. واللي هي الاولانية خلص اللي هي فيها دواير كتير دي هنحط فيها الانتري والنيش ولسه برضو طبعا ان شاء الله المقاسته كده هنصبط له النظام بازن الله ربنا يتمم عليه بخير يا رب وان شاء الله احنا مع بعض بازن الله لغاية ما نجوزه اه عرسنا العسل ده بازن الله ونوريكو بازن الله حبيبي ربنا يفرحه يا رب ويتمم له بخير اه اخر اللي عنقود عندنا بنات اخي الصغير ربنا يفرحك يقلبي زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله انا قلت بقى اصور لكم كده الشغالين دخلوا وتغدوا جوا في القوض وانا وامي بقى فوق قلت لها تعب اما نصور كده لقطتين كده واحنا وقفين نشوف اه حبيبنا بقى اللي بيسألونا كنا بقى ايه نصور شقة العريس كان احنا دلوقتي بنشتغل في الجبس لسه بقى الخطوات التانية ان شاء الله بازن الله ربنا ييعينه يا ربي وتعونه على خير شايفين بسم الله ما شاء الله شغل وعلى فكرة يا بنات اه الشغل ده اللي عمله جوز اختي يعني مش حدا غريب ولا حاجة شايفين بسم الله ما شاء الله شغل جميل جدا جدا وعمل لبرضو الشغل اللي في بيته برضو لسه هنعمل ارج هنا يا بنات في المنطقة ده هنعمل ارج والجنب التاني برضو سيبقى فيه ارج ان شاء الله بصور لكم باذن الله ما تنسوش بقى القناة اللي قلتها لكم ان انتو تروحوا عليها حاجات بنات 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 حسان قناة جميلة جدا ان شاء الله سيب لكم رابط القناة في اول تعليق مسبب تحت الفيديو اه وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب يعجبكم ما تنسوش بقى في اللايج والشير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة